استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء تناول مجمل العلاقة الهوية الوثيقة بين مصر والأردن حيث تم الإعراب عن الارتياح المستوى تنسق القائم بين الجانبين مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقة السياسية والروابط التاريخية التي تجمع شعبين الشقيقين كما شهد اللقاء تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية اشتركوا في القناة